أعن في تركيا رسمياً عن مقدار الزيادة في نسبة الإيجارات لشهر نيسان أبريل 2020 بحسب وسائل إعلام محلية وتخص هذه المعلومات المستأجرين الذين تنتهي عقود إيجاراتهم هذا الشهر بعد مرور عام كامل على توقيع العقد السابقي وأفادت وسائل الإعلام وفق ما ترجمت وكالة نيوتارك بوست بأن الزيادة الجديدة تبلغ 12.66% لمدة 12 شهراً قادمة حيث جرى احتسابها قياساً إلى متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال 12 شهراً بعد أن بلغ التضخم في أبريل 10.94% وفيما يلي معدلات الزيادة مقارنة بالإيجار الإيجار القديم ألف ليرة الإيجار الجديد ألف ومئة وستة وعشرون ليرة الإيجار القديم ألف ومئة ليرة الإيجار الجديد ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ليرة الإيجار القديم ألف ومئتان ليرة الإيجار الجديد ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ليرة